بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة تمه ده يوم السبت يوم مهم عندنا ليه؟ يوم كده بحس انه هو مليان نسيم كده ومليان فرح لانه بتكلم فيه عن اصحاب السعادة وما فيش حد فينا يقول له بيحب السعادة وخاصة الناس اللي حين يقبلوا على الزواج او الناس اللي عندهم شغف وعندهم حرص وعندهم محبة انهم يجددوا حياتهم الزوجية وده اللي احنا بنقعد نكلمهم يوم السبت يوم السبت ده احنا مشينا بقانا فترة ان احنا نساعد ازاي الناس يبقوا عندهم مهارات اصطلحنا على اسمية المهارات الزوجية النهاردة هنتكلم معاكم عن مهارة مهمة اوي من اهم المهارات اللي بتخلي الحياة الزوجية حياة وفقية وحياة وصلنا للسعادة اللي بيسموها العلاقة النجحة وانا بحب ان العلاقة يبقى اسمها العلاقة السعيدة الى العلاقة التوافقية اللي لو قدرنا نتعلم المهارة دي ونعيش بيها جانب كبير من مشاكلنا هتتحل وهي مهارة ايه ما جاتش فيه مهارة مش عايز مهارة ايه تجنب الصراع يعني ايه تجنب الصراع ازاي يبقى الواحد حريف ان هو يتجنب العناد اه انا عايزة اسأل انت بتتكلم على مهارة ان انا اه ان انت تتجنب العناد يعني لو حد بيفتح بابلي العناد انت ازاي تتجنبه قالت ما هو يبطل عناد او كده انت عندك انت عندك بعض المعاوقات في ايه في مهارة تجنب العناد هيا دي مهارة ان انا ازاي ما اعشف فخ العناد اه طبعا مهارة لان في الحقيقة احنا كلنا جوانا كده جوانا دلوقتي في الحياة اللي احنا بنعيشها دي كل واحد فينا عنده احساس بان هو يدفع عن نفسه فاحنا جاهزين كلنا للصراع فبقى محتاجين مهارة جديدة عشان نتجنب الصراع لان كل واحد فينا عايز تصارع ليه عايز يبقى قوي ليه كده اصلا هما قعدوا يقولونا بوازوا شوية جدا 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 في المايند بتاعنا ويبوازوا شوية كتبيرة جدا جدا في قلوبنا فقالونا ان البقاء للأقوى فاخدنا البقاء للأقوى ديت حتى في جواز فاحنا عايزين نقول لا البقاء للإيه البقاء للأطيب البقاء للأجمل البقاء للذي يستطيع ان يخرج أجمل ما في شريك حياته وعشان كده تجنب الصراع دي مش مهارة سلبية دي مهارة إيجابية ان انت لما تحس ان في حد عايز يخليك تتنازل عن الجمال تتمسك بالجمال يا سعد بسمي مهارة تجنب الصراع هي مهارة التمسك بالجمال الحرص على الجمال الحرص على أن لا يخرج أقبح ما فيه ودي مهارة مهمة جدا في كتير من الناس على فكرة بيعيشوا حياتهم وما عندهمش المهارة دي فبيحصل لهم مشاكل في الجواز ويحصل لهم مشاكل كمان في الحياة بعامة وفي العمل بالذات أضرب لكم مثال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم جوم الصحابة قالوله الناس اللي مشركوا القريش بيسبوك قال إنهم يدعون مزمما ولست بمزمم إنما أنا محمد ده هم بيعملوا إيه؟ بيكلموا عن حد تاني هي نفس فكرة إن إزاي يبقى عندك سمود نفسي وقدرة على إنك إنت يبقى عندك معنى مش تنشغل بيه عندك معنى إنت حاسس إن إنت عتعيش بيه في حياتك يمنعك عن إن إنت تخوض في الأشياء السلبية اللي تخليك عبارة عن شخص غضان زي ما تكلمنا عن مهارة إدارة الضغوط كنا لازم نكمل ونكلم عن مهارة تجنب الصراع اللي اتنين ما ينفعش إن إنت تعيش الحياة زوجية من غيرها إن إنت تتجنب الصراع وعشان كده كتير بنسمع جمل زي إيه؟ هو أنت هو أنت عاوز تتخاني على أي حاجة ويروحوها إلا هو أنت ما تقدريش تعيشي يوم واحد من غير ما تنكدي علينا وتنكدي علي الجمل دي بتقول إيه؟ إن في حاجة ورانا حاجة في الخلفية بتاعتنا بتقول إن فيه صراع بتدل على إن فيه صراع موجود في خلفية الحياة الزوجية وإيه اللي بيحصل؟ وبننتهز الفرصة إن إحنا نخرج هذا الصراع إحنا هنا بنتكلم مش عن حل مشكلة إحنا بنتكلم على قد إيه المهارة دي مهمة في حياتنا لإن الصراع أسبابه كتير أو موجودة عندنا ممكن يكون أسباب الصراع الضغوط اليومية آه الضغوط اليومية اللي بتخليني حاسس إن أنا مهان فأنا عايز أي حد أهب في وشه عشان أحس إن أنا ما تكسرتش أو ساعات بيبقى العكس بقى أنا بحب إن أنا أجي أرتاح مع شريك حياتي فعندي سقف توقعات إن اللي هقوله إيه اللي هيحصل عيد سمع فسقف توقعاتي إن هي لو جدلتني يبقى هي مش بتحبني لو بقى سمعت كلامي يبقى بتحبني فأنا عندي سقف توقعات مختلف تماما عن الحياة الصحيحة اللي إحنا بمفروض نعيشها وإزايك الرسول اللي صلى الله عليه وسلم كانت النساء وإيه اللي يحصل يراجعنه بيكلموه وينأشوف في النفقة وينأشوف كذا وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتبرش ده نوع من أنواع ماذا نوع من أنواع إرادة النهاء العلاقة خالص إزاي تقدر تمسك قلبك إن دي مازالت حبيبتك إزاي تقدر تمسكي قلبك إن ده مازال حبيبك